هذا وقد دفعت اسرائيل عن هجومها في رفح الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية زعيمة أنها تتصرف دفاعا عن النفس وأبلغ كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام أبلغ محكمة العدل الدولية بأن الحرب ضد حماس في قطاع غزة هي مأساوية لكن لا تصنف إبادة جماعية على حد زعمه وطلب جلعاد من محكمة العدل الدولية رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة هذا وتواصل محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الطلب المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة